مساء الخير، نهار اليوم كانت الأجواء مشمسة وصلت درجة الحرارة لـ 21 درجة مئوية في العاصمة عمان هاي الليلة رح تكون الأجواء باردة رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان هاي الليلة 10 درجات، درجة الحرارة الملموسة رح تكون 9 درجات ونسبة الرطوبة رح تكون 69% رح ننتقل لغدا نهارا غدا نهارين رح ترتفع درجات الحرارة خاصة مع ساعات النهار رح تكون الأجواء دافئة وغائمة مع ساعات الليل رح تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ورح تكون الأجواء باردة مع هطول زخات من الأمطار رح توصل درجات الحرارة نهارين 18 بالله رح تنخفض لتسع درجات ورح تكون الأجواء باردة وماطرة يوم الخميس رح تتأثر مملكة تدريجيا بمنخفض جوي من الدرجة الثانية ورح تكون الأجواء باردة وماطرة أما يوم الجمعة رح تستقر الأجواء وتكون الأجواء باردة رح تسجل درجات الحرارة نهارين 13 بلد رح تنخفض لـ 8 درجات ورح تكون الأجواء باردة نسبيا نصدر الدرجات الحرارة في المدن الأردنية بداية رح نكون في المناطق الشمالية 13 إربط هاي الليلة غدا 21 عجلون 11 غدا 17 جرش 11 وغدا 19 وأجواء غائمة المفرق 10 درجات غدا 18 زرقاء 8 درجات غدا 19 وأجواء دافئة مطور ملكعلياء هاي الليلة 8 درجات غدا 20 وصل 13 غدا 18 مادبا 8 درجات وغدا 19 وأجواء غائمة وباردة نسبيا البح الميت 15 غدا 22 الكرك 7 درجات غدا 16 طفيل 11 غدا 17 وأجواء غالبان مشمسة إمعان هاي الليلة 8 درجات غدا 18 رح تسجل درجات الحرارة في مدينة العقب 16 غدا 24 رح ننتقل لارويشد رح تسجل فيها هاي الليلة 8 درجات وغدا 18 وأجواء غالبان مشمسة بالانتقال إلى الخرائط تشير إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية ليلة الأربعاء ويوم الخميس رح تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير رح تكون الأجواء باردة مع هطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة رح ننتقل لملخص الطقس خلال الأيام القادمة رح تكون الأجواء دافئة والرياح نشطة السرعة غدا عودة الأجواء الشتوية ليلة الأربعاء ومنخفض جوي متوقع يوم الخميس رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية نهاية نشرة الطقس لليوم شكراً لمتابعتكم عودة إليك ليلة شكراً جود